رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ومحافظ عدن المفلح يغادران عدن الى الرياض خبر لا يحمل الكثير من الاثارة لو لانما تحت الرماد من جمر نشعلته رياح التساؤلات حول طبيعة هذه المغادرة تأويلات كثيرة في مقدمها ما اوردته مصادر صحفية من عدن عن ما وصفتها بالمعلومات الهامة حول اسباب مغادرة بن دغر والمفلح لعدن ابرزها الضغط الاماراتي على الرئيس بهدف اقالة عبد العزيز المفلح وتعين محافظ جديد عبر صفقة تتضمن الاطاحة بالمفلح مقابل تجميد نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من ابو ظب تأويلات قد لا تتجاوز موقع التكهنات لو لان عدم الانسجام بدى واضحا بين رجال الامارات في عدن وبين المفلح الذي قرر ان يحمل رأسه بين كفيه ويمضي في مشروعه كمحافظ للعاصمة المؤقتة خصوصا عقب الدعوة التي اطلقها المفلح من اجل شراكة حقيقية قائمة على الشفافية والوضوح مع التحالف العربي كان الرجل ايضا قد تحدث بشفافية غير معهودة من مسؤولي الدولة عن التروة المنهوبة والارادات التي لا تودع الى خزينتها بل الى ميليشيات مشيران الى ما وصفه بالعبث المخجل في الجمارك والضرائب الملفت للنظر هو ما شهدته مدينة عدن في عهد المفلح من تحسن واضح في خدماتها الاساسية وتحديدا معالجات المشكلات الخدمية في الكهرباء وتأهيل وصيانة الطرقات وفي قطاعات اخرى تحديات واجهها الرجل مستندا على صدقه مع الناس مؤكدا على موقف واحد ذهب من خلاله عبر مفاتيح التنمية فهل لا يزال هادي يبحث عن موطئ قدم لتثبيت قراراته؟